نددت منظمات دولية ومحلية بقصف والسهداف المدنيين بطرابلس وضواحيها بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الجراد من قبل الميليشيات المسلحة والإرهابية باعتبارها من الجرائم الدولية التي تجرمها المواثيق والقوانين الإنسانية في العالم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت من استهداف المدنيين معلنة أنها تقوم بتوثيق ومتبعة كل الأعمال الحربية المخالفة للقانون الإنسانية معتبرة استهداف وقصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالسكان أمر محرم دوليا منظمة أنديكوب انترناشنال الغير ربحية اعتبرت أن استهداف المدنيين في الاشتباكات يعرقل عملها الميدانية وبدورها نددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان باستهداف المدنيين وأصيفة الوضع الإنساني بطرابلس بالمتردي وذلك لصعوبة وصول الضحايا من المدنيين إلى خدمات الطوارئ معتبرة تعرض المدنيين للقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك الغارات الجوية جريمة إنسانية الإصابات لم تسجل في صهوف المدنيين فقط بل في ممتلكاتهم أيضا منها مخازن للإغاثة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي بترهونة ومخازن لوزارة التعليم في عين زارة ومستودعات لتخزين الأعلاف هذه الإدانات الدولية والمحلية جاءت عقب استهداف الميليشيات المسلحة بطرابلس وأبرزها ميليشيا غنيوة منازل المدنيين وممتلكاتهم بالأسلحة الثقيلة وصواريخ اليدجراد